موسيقى يقول الخبر اليوم تعزيزاً لروح المسؤولية الاجتماعية طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية وأطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك هيك الخبر اليوم اللي ورد عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم تحت هذا العنوان وهو تعزيز لروح المسؤولية الاجتماعية طيب في كثير من النقاط التي قد تخطر ببال المتابع ونحن كوننا متابعين يوميين لمجريات الأمور سواء كانت القرارات الرسمية سواء كان الاجتماعات التي تعقد مع المجتمع الأهلي ومع الفعاليات التجارية والصناعية والأهلية أو سواء ما يقوله الصناعيون والتجار والمجتمع الأهلي بشكل عام يعني نحن عنا كل هذه المعطيات من خلال المعطيات التي نتابعها أستطيع أن أطلق سؤال فيه الكثير من الواقعية بأي عين نجي نطلب نحن اليوم من التجار والصناعيين والفعاليات التجارية والأهلية أنه والله تعالوا قدموا للمجتمع طيب إذا كان منطق التعامل بين الدول وبين الحكومات وبين الأفراد وبين المجتمع والحكومة وبين حتى الأسرة الواحدة وبين الزوج وزوجته وبين الأب وأبنه إذا كان منطق التعامل هو الأخذ والعطى بمعنى ماذا أعطيك وماذا تعطيني ماذا أقدم لك وماذا تقدم لي حكي لي لحكي لك كما يقال بالعام فرجيني ماذا لديك فرجيني التوجيب اللي عندك حتى أعطيك ما لديه من احترام فرجيني أي شيء موجود عندك تقدم لي حتى أنا أقدم بالمقابل بعد أن استنزف المجتمع التجاري والصناعي في سوريا خلال أسنين الماضية بكثير من الأمور التي نتحدث عنها في كل حلقة من هذا البرنامج بعد أن نتحدث نحن عن التحصيل الضريب الجائر بعد أن نتحدث عن الرسوم الباهظة بعد أن نتحدث عن دوريات الجمارك بعد أن نتحدث عن الجهات الرقابية لحلكة المجتمع الصناعي والتجاري بأي عين أنا بيجي بطلب اليوم من المجتمع التجاري والصناعي والله تعالوا قدموا لمجتمعكم ونحن نعرف أن المجتمع السوري مجتمع خير وما بخل أحد في سوريا بمد يد العون سواء كان الجار لجاره الصديق لصديقه أي شخص مقدر وميسور قدم كثير خلال السنوات الماضية الجهات الأهلية والجمعيات الخيرية قدمت الكثير ليست بانتظار أن ينخيها أحد حتى تقدم ولكن عندما أريد أن أنخي فلان أو فلان والفعالية التجارية الفلانية والمصنع الفلاني والجمعية الأهلية الفلانية علي أن أدرك أنا ماذا سأقدم لها من حوافز ماذا سأعطيها من تسهيلات ماذا سأعطيه من أي شيء يرغبه بالعمل أما هو الموضوع بس أنه والله تنخيه على الفاضي وأنت بالأساس هلكته بكل أشكال الرقابة وكل أشكال الضغط وكل أشكال التحصيل وكل أشكال قلت المحروقات ولجوء إلى السوق السوداء حتى يستطيع العمل هذا الأمر لا يستقيم والله لا يستقيم بهذه الطريقة ولا يمكن لمواطن سوري أن يتقبل هذه الصيغة بالخطاب وهذه الصيغة بالكلام ماشي مجتمعنا والله خير والله مجتمعنا جيد ومجتمعنا مقدم ومجتمعنا مضحي في رمضان وغير رمضان في رمضان نرى كل أشكال فعل الخير بأجمل أشكالها وأبهى صورها ونفتخر بالمجتمع السوري نفتخر أننا أبناء هذا المجتمع الذي رغم السنوات الطويلة من الحرب والسنوات الطويلة من العوز والتضييق والحصار والاحتلالات المفروضة على سوريا وما زال هذا المجتمع فيه الكثير من الخير ويستطيع أن يقدم الخير ولكن خدوا عين خدوا عين ما لش يعني ما لش خدوا عين خلينا يعني كما نقول نسهلهم بجانب نعطيهم بجانب نحفزهم بجانب بمقابل ما سيقدمه إلى مجتمعهم من فعل الخير في رمضان وفي غير رمضان موسيقى